السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا سابعين وصلنا عند أول قاعدة حبايبي لهذا الفصل طبعاً اللي أخذناها بالكام مجرد مراجعة وأكيد بامتحان الشهر الأول بكر أذكركم بالامتحانات بس إنه أكيد رح يتكون المراجعة داخله طيب قاعدة الفصل الأول وأول قاعدة اللي هي النكرة والمعرفة طبعاً إحنا رح نبلش بأنواع للمعارف أول نوعين رح ناخدهم اللي هم العلم والمعرف بأل ألا التالي شو بدنا نحكي رح يكون عنا ورقة عمل لكن مش الآن للأمام بس إنه عدي كمان نوعين تانين أو ثلاثة أنواع من المعرفة ناخدها شاملة كاملة والكمال لله عز وجل عن أنواع المعرفة فرح نكتفي بتدريبات بسيطة اللي بالكتاب طبعاً وهيك أسئلة بسيطة جداً بنحطها إحنا تمام؟ فورقة العمل إن شاء الله بتكون بعد ما نمشي شوي بمادة القواعد الخاصة بالنكرة والمعرفة الآن نبدأ طبعاً لا تنسوا الدفو حالكم هنا بلشنا نلبس شوية ملابس هيك تقيلة لشان الجو عم ببرد في الليل فدفو حالكم كتير منيح طيب نبدأ بالنكرة والمعرفة ماذا نعني بنكرة وماذا نعني بمعرفة؟ المطلوب منها هو معرفة من أنواع المعرفة العلم والمعرفة لكن لازم نتطرق للنكرة والمعرفة النكرة هو اسم يدل على شيء يدل على شيء لكن هذا الشيء غير معين أو معروف فعندما أقول لك هذا قلم هل نعلم ما هو هذا القلم؟ قلت لك مثلاً اشتريت قلماً وسكت ستسألني قلم قلماً مثلاً قلم رصاص قلم ألوان ما هو القلم الذي اشتريته؟ إذن هو اسم نكرة أقول لك زرت بلدة بعيدة أي بلدة بعيدة؟ هناك بلاد بعيدة كثيرة إذن قلم وبلدة هو اسم نكرة دل على قلم ودلت على بلدة لكن غير معين لم أعينه وليس معروف من أو ما هو المعرفة هو اسم يدل على شيء معروف ومعين معروف ومعين عندما أقول اشتريت القلم زرت الأردن رأيت فلسطين رهف طالبة متميزة طلال طالب متميز القلم الأردن هل من لا يعلم ما هي الأردن؟ أين تقع الأردن؟ فلسطين جميعنا نعلم ما هي فلسطين وإن تقع فلسطين؟ إنه هو شيء معروف ومعين رهف طالبة في الصف السادس هنا نأتي لتفنيد ماذا نعني بعلم وماذا نعني بمعرف في أل؟ ولماذا قلنا أن العلم معرفة والمعرف في أل هو معرفة؟ انظر عزيز الطالب العلم هو اسم يدل على مدينة أو شخص بعينه تمام؟ السعودية مدينة أو دولة وتدل على السعودية بيروت وهي مدينة مها اسم شخص محمد اسم شخص إذن أل علم ما به اسم يدل على مدينة أو شخص بحد ذاتها بعينها إذن هو علم معروف المعرف بأل هو اسم ابتدأ بأل التعريف فنقول له معرف بأل لو قلنا كتاب هو هنا نكرة لكن إن أتينا بأل التعريف هو أصبح لم يعد نكرة أصبح معرف بأل إذن هو كان نكرة وحولناه إلى معرفة كيف حولنا هذه النكرة إلى معرفة؟ هي ليست اسم مدينة أو شخص هي اسم عادن عادي كتاب اسم جماد وضعنا أل التعريف فأصبح الاسم انتقل من نكرة إلى معرفة تحويل النكرة إلى معرفة والعكس طبعا هذا التدريب وهذا التدريب طبعا لكم أنتو بتنقلوهم على الدفتر بعد ما يعني نرتب أفكارنا قبل مرة على الكتاب نفتح دفت لنا القواعد بخط مرتب نكتب العنوان نكتب اليوم نكتب الخلاصة هاي اللي قدامنا بعدها نكتب هدول القاعدة تمام؟ اعتذر التدريبين وبنحلهم وبنورجيهم للمس رهف ما شفت واجبك إلا يا أنا دايما انتو بعتلي واجباتها محمود عساف ببعتلي أحمد نضال ببعتلي إبراهيم طاها وبعتذر إذا هسا ما ذكرت اسمها تاني لكن ميس بدي الكل يشاركني الواجب ياريت يا ميس اللي عم بسمع الحصة وبحضر الحصة وبحل واجبه لش ما بيشاركني يا محمد نادر كمان بيشاركني الواجب فيريت يا ميس الكل يشارك فبننقل هدول على الدفتر وبنورجيهم للمس بس انها لق كله رح ينشرح لكم طيب نرجع أرتب لكم أفكاركم على السريع شو بنعمل؟ ننقل هاي الخلاصة وبنثبتها على دفتر القواعد بأول قاعدة نيجي ننقل هذا المثال وهذا المثال تمام؟ تحت بعض ننقل هذا المثال وهذا المثال هس رح أشرح نشوف يتعاون نديم مع جيرانه في تنظيف الحي تهاجر بعض الطيور بحثا عن الدفء والطعام نكتب هذا المثال نضيف خطحت نديم نديم هو علم اسم معرفة تمام؟ تهاجر بعض الطيور الطيور هو اسم معرف بأل تمام؟ معرف بأل معرفة والدفء كذلك الطعام كذلك تمام؟ بعدين ننقل التدريبين اللي حكناهم هون وبنحلهم طيب شاركت غاية زميلاتها زميلاتها في الرحلة غايته اسم فتاة إذن هو علم اسم معرفة مصر هل منا من لا يعرف ما هي مصر؟ أين تقع مصر؟ ما هي مصر؟ هي اسم دولة في إفريقيا ما عرفش اسم السغيرة بتسمعني يعني تصلح لنا المعلومة أنا بتذكر أنها في إفريقيا ف إن بلش أدنوا إياكم مصر هي علم اسم معرفة شاهدت أبا يلاعب ابنه فنعمل أبو الأبو معرف بأل بأل وطرقنا بابنا ضي طرق بابنا ضيفا فتصابقنا للترحيب رح تقولوني مس وان أل التعريف رح أقولكم إذا بتتذكروا أخذنا قاعدة إنه أل التعريف زائد لا محرف الجر شو بتعمل يا سابع يا شطار أخذناها بسادس تحذف الألف وبتصير لل تمام فأدي التعريف موجودة هون إذن هو اسم معرف بأل وبيئة ضيف كذلك طيب هيك إحنا بنكون حكينا عن العلم والاسم المعرفة نيجي للحل ونشوف شو المطلوب مننا نحله وشو المطلوب مننا نشاركه للمس رح أحل أنا معكم المثال التدريب الأول والتدريب الثاني تمام ورح أحل جزء من التدريب الثالث وانتو بتكملوا البقية على الكتاب تمام نحلوا على الكتاب ما رح نحل على الدفتر مش مشكلة بعدين ما نبلش حل على الدفتر إن شاء الله يا رب نرجع وندوم بالمدرسة وبنحل على الكتاب وعلى الدفتر فبعد ما نخلص كل هذا وننقل على الدفتر ونحل دول التدريبان البسيطين السهلين ونشاركهم باسمها تمام بحل لي على الكتاب وبورجي باسمها طيب اجعل النكرة التي تحتها خط معرفة حكيلي إنه الاسم اللي تحته خطه ونكرة بلك تحوله لمعرفة والمعرفة لنكرة أطعمت هديله طيرا طيرا هل هو اسم نكرة ولا معرفة أحسنتم هو اسم نكرة صح تذكرت حمزة أبو عادي كما نشاركني الواجبات يريد دايما يا حمزة نشارك الواجبات مع اللي اسمها وما نتأخر يعني أوكي أنا بسمح لكم تأخذوا راحتكم مس بعرف أنكم مضغوطين بالحل وبالواجبات وبأنكم تحضروا الحصة أنا مقدرة الوضع بس مهما كان الوقت ومهما كان اليوم يبعثوا للواجب خلوني متابعة معاكم نعود طيرا هو اسم نكرة كيف بدنا نعرفه؟ فيه طريقة غير اللي حكينا اللي التعريف أحسنتم أطعمت هديله الطيرا انظروا ماذا حدث اللي بيكتب الطيرا يعرف أنه رح ياكل حلاوة وسكر مني تذكرتوا الأرصى حبايبي مستحيل في الإسم نجمع اللي التعريف مع التنوين يا تنوين يا اللي التعريف اثنين مع بعض ما بيجتمعوا فإحنا حطينا اللي التعريف بنحذف التنوين بنحط فتحة فقط لأنها هي اسم منصوب مفعول به منصوب أطعمت هديله الطيرا يا حديقة المنزل يحافظ الحارس الحارس هو اسم معرفة أحسنتم مطلوب مني أني أحولها لنكرة كيف أحولها لنكرة؟ فأحتفل للتعريف بكل بساطة يحافظ أعتذر يحافظ حارس أصبحت نكرة نعم نحكي يحافظ حارس على أمن حديقة الطيور نقول يحافظ حارس على أمن حديقة الطيور أملأ الفراغ في الجمل الآتية بأعلام مناسبة أعلام يعني أسماء يا أشخاص يا دول يطلق على فراغ عروس الشمال ما هي؟ يلا صرنا جغرافيا مين هي عروس الشمال يا سابع؟ أحسنتم إربد إذن يطلق على إربد عروس الشمال يقام سنويا مهرجان وفراغ للثقافة والفنون كل سنة عندنا في الأردن مهرجان بيقيموا فيه الثقافة والجنون الثقافة أعتذر والفنون ألا وهي جراش أحسنتم سميت فراغ بأسماء عديدة منها فلادلفيا وعمون صف سادس أخذنا أنتو كمان أخذتوا بالجغرافيا أكيد والوطنية مبعض بجغرافيا وطنية مع مس غيداء مدينة محافظة في الأردن تسمى فلادلفيا وعمون ما هي؟ عمان أحسنتم الآن عين المعرفة بدونا نعينها نعينها ونحكي شو هي تمام؟ قال عمر أبو ريشا يصف طائرة عمر هو ماذا؟ علم طبعا هاي معرفة علم معرفة علم هكذا نجيب معرفة علم وثبت تستقرب النجم مجالا وتهادت تسحب الذيل اختيالا لدي هنا معرف بأل معرف بأل فأقول معرفة معرف بأل لكلاء الإجابتين عجلون ذات طبيعة جبلية جميلة عجلون هي ماذا؟ معرفة علم أحسنتم تجيبو نجيم دالهاء على الكتاب أيضا والسؤال الرابع والسؤال الخامس ونشارك الإجابة مع اسمها لا تنسوا لا تنسوا لا تنسوا الحصة الجاي إن شاء الله سابع رح ناخد حالات استثنائية في كتابة الهمزة المتوسطة ويا ريت نكون شوي مركزين ورح ناخد حالات استثنائية في كتابة قصة قصة قصيرة ليعرف كيف نكتب قصة قصيرة ما هي مكونات القصة القصيرة ونشوف قصصكم وإبداعاتكم يا سابع دمتم سالمين وأراكم إن شاء الله عما قريب